موسيقى أهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا كتير مننا بيحس التعب وإرهاق من أول اليوم وده غالبا بيكون نتيجة لعدم تناول أكل صحي ومتوازن وبالتالي ده بيأثر على يومنا ولأن الإحساس بالنشاط والحيوية هو اللي بيخلينا نكمل يومنا بشكل كويس النهاردة في صحتك بالدنيا هنتكلم إزاي نقدر نحافظ على نشاطنا وحيويتنا مع ضيفنا اللي بنورنا في السوديو سي بي سي دكتور مصطفى حامد أنجو ستشار الطبي لشركة اي ام دي أهلا بك يا دكتور دكتور اسمح لي وإحنا بنتكلم عن نشاط والحيوية اسمح لي النهاردة أننا بأتكلم عن فئة معينة بتعاني للأسف من فقدان النشاط والحيوية لأسباب كتير وهم أصحاب الأمراض المزمنة أولا الأدوية اللي بياخدوها بتبقى غصبنا عننا متعبة ومرهقة ثانيا حرمانهم من هم يأكلوا أكل طبيعي سواء اللي عنده ضغط محروم من حاجات اللي عنده سكر محروم من حاجات يعني كل ده بيخلي يمكن التوازن الصحي بتاحهم مايبقاش مظبوط 100% يمكن الناس دي دلوقتي تعتبر محظوظة لأن في بعض المنتجات أو المكملات اللي بقت متوفرة في مصر علشان تعمل لهم توازن في حياتهم أو تعوض الفقد اللي عندهم وهنا خلينا يكون صريحة بنتكلم بشكل مباشر على كولوسيز المكمل الغذائي هنتدي بمرضى الضغط لأنه هو من أكتر الأمراض المنتشرة هنا يا دكتور مرضى الضغط احتياجاتهم للفيتامينز علشان حياتهم تكون طبيعية حضرتك تقدر يعني تكلمنا عنها ازاي؟ مبدئيا كده مريض الضغط ما بقاش المريض اللي هو عنده 50-60 سنة فما فوق دلوقتي ممكن مريض الضغط أو أغرب كده بيبقى من سن 30 سنة كمان وبيبدأ ياخد عليك ضغط فإذا أنا مقدرش أقول لسنه 30 سنة أنت ما تعملش مجهود أنت بتتعمل أقل حاجة ده ده لسه بنقول يعني بنقول يا هادي لسه بنقول معاه أن احنا عايزين يبدأ يعمل مجهود مجهود عنيف كمان مطلوب منه عشان يقدر روح هنا وهنا وهنا طيب أنا عشان أقدر أوفر حاجة زي كده أنا مطلوب منه أنه يأكل وممكن أكله يبقى أكل خارجي كتير مش لازم يبقى أكل في البيت كله فبالتالي أنا اتعرضت كده لدهون ضارة احنا عندنا فيه دهون نافعة وفيه دهون ضارة النافعة ما فيش مشكلة دي حاجة بتنفعني جدا HDL أما النهون الضارة ودي اللي هي بمعنى صح اللي محتاج الجسم ما خلصوا منها أول بقول زي تزياد نسبة الدهون السلاسية طيب أنا عندي حاجة زي الكولوسيز بتوفر لي حاجة زي الأوميجا سري اللي موجودة في الكولوسيز طيب فايدتها ايه لمرضى المريض زي مريض الضغط أنا عايز لمريض الضغط حاجتين عايز له طاقة كويسة وعايز له أتخلص من الدهون الضارة من جسمه طيب الكلام ده هل ممكن الكولوسيز يقدر يحققه لي ممكن يحققه عن طريق حاجتين أول حاجة أن الأوميجا سري الموجودة في الكولوسيز دي عبارة عن بنسميها احنا دهون غير مشبعة ودي فايدتها أنها بتكنس كل الدهون من على الشرايين بتاعت القلب اللي ترسبت نتيجة الأكل الفاست فود اللي احنا بنأكله من بره وده احنا قلنا لطبيعة شغلنا أو قلنا لنمط حياتنا والكلام ده هنقلل منه حتى في البيت يا دكتور يعني احنا شعب بيحب اللحوم والدهون والسمنة والحاجات دي كل ده مضر المريض الضغط فأنا محتاج قريدي حاجة كل يوم تبقى حارس أمين علي دي موجودة في الكولوسيز عن طريق الكابسولة اللي بقدر أخدها ثلاث مرات في اليوم على الثلاث واجبات بتوعي طيب المشكلة بقى إن أنا فحارت إن أنا مخدتوش الكولوسيز إيه اللي بيحصل لي؟ بيحصل إن الدهون الضارة دي بتترصب يحصل ديء في الشرايين أنا بتكلم عنها بدأت ديء بدأت ديء يعني بدأت ضغط يرتفع معي طيب أنا كده بقيت مريض ضغط بعد بقيت مريض ضغط طيب الموضوع كمان عد أكتر بعد كده وصلت لدرجة شبه إنسداد أو هتنسى دخلت بقى أنا في إيه في زبحة صدري أو خلافه حاجات طبعا يمكن تعقدات بعد كده يصعب حلها يمكن تبقى لا تعال عمل لك أسطارة تعال كذا كذا طب أنا الكلام ده كله أنا ممكن أبعد عنه بعد تام أو معنى صح أقل الحدوثه بطريقة كبيرة جدا عن طريق الأوميجا سري الموجودة في الكولوسيز طيب مع كل ده هو برضو إحنا نقول النقطة التانية إنه محتاج طاقة طبعا هنفكر برضو جماعة أساد المشاهدين معنا إنه إحنا بنقول إنه بناخد بناكل عشان يبقى فيه جلوكوز للصورة النهائية اللي تقدر تديني 46 و 136 وحدة تمام طيب أنا الجلوكوز عشان أخده بأخد بأطرر أكل كميات كبيرة فبالتالي الكميات دي ممكن تكون ضرر لها من حاجات كتير فقدرت إنه عن طريق الأوميجا سري تقدر تدخل الخلية وتديني 136 جزء اللي هي ATP بساعتها أنا زودت الطاقة بتاعتي الأكتر بالأربع أضعفها وفي نفس الوقت ما خدتش ضرر ما أزيتش نفس بل إن أنا كمان ساهمت إنه إحنا قدرنا نقدر نكنس كل الدهون الضارة اللي أخدناها من أكلنا طول اليوم عن طريقه يبقى أنا كده زي اتنين في واحد بالضبط قدرت إنه أنا قدرت أخلص عن طريق الأوميجا سري أنا بكلمك على أوميجا سري بس في الكولوسيز لكن الكولوسيز في حاجات تانية في فيتامين D وفيتامين A اللي مهم جدا جدا برضو للمريض الضغط ومريض السكر أو الشخص العادي عموما لإنه بديه الاحتياجات اليومية طيب هنا معلش دكتور اسمحلي أروح بيك لتفصيلة صغيرة كده بما إن الضغط قولنا بيبتدي من سن الثلاثين وإحنا السكر منتشر جدا بين الأطفال برضو طيب في نقطة بسيطة ممكن يعني هي بالنسبة للأمهات مهمة جدا إحنا بنتكلم على كابسولة جيلاتينية رخوة بالنسبة للأطفال اللي ما بتقدرش تبلع يعني لو طفل عنده السكر ممتوة عايزة تهتم بيت تدي فيتامينز تساعده تقوي منعته زي ما كنا بنقول هل ممكن الكابسولة دي يتم ثقبها وتتاخد مثلا في عصير أو في لبن عشان نساهل على الأطفال اللي بتعاني من مشاكل صحيح؟ عشان كده دايما الحل في السؤال اللي بتسأليه إحنا قلنا نها صوفت جيلاتينس يعني كابسولة جيلاتينية رخوة فهي تقدر سقب الكابسولة نفسها ونحط الكمبوننت بتاعتها على أي عصير عصير فراول عصير معنجة دا ما بيقللش من قيمتها خالص نهائي إحنا اتفقنا دا ناتشورل فبالتالي إحنا بوعات تماما البعد عن الكيميكالزة أو المواد الكيميكالزة يمكن أخوانا الصياد لهم أكتر حاجة اللي يعرفوها في النقطة دي بس إحنا عشان كده هو ان احنا نقدر نستخدمه نحط على أي كمبوننت زي الفراولة زي المنجة زي العصير زي الكلام دا كله عادي جدا جدا ما ننساش إن الطفل يريده إن هو يعني بيقدر يأكل حاجات فيها الأوميجا سري زي الأسماك والكلام إحنا في الأكل العادي إحنا بنجر وراه فما بالك إن أنا محتاج الحاجات دي كمان عشان تقويت الشبكية بتاعت عينيه السكر بيأكل الشبكية بتاعت العين ونلاحظ إن في الفترة الأخيرة وحننوها عليها برضو في حلقة تانية بس أنا حابة أقول إن الأطفال في الفترة الأخيرة بقى بيت كل بيت مثلا عنده طفلين أو تانية بنلاحظ إن فيه طفل أو طفلين على الأقل اللابسين نظارة مظبوط طب إيه السبب؟ السبب إن الأم أثناء الحمل الأوميجا سري الموجود في الكولوسيز ما كانتش بتاخده لإنه بيساهم على تكوين الرتنا الشبكية بتاعت العين أثناء الحمل فبالتالي وبتساعد طبعا لما الطفل بيتولد بعد سن السنة لو هو بيأخد الكولوسيز الكابسولة اللي بيقول عليها بيتفضل هنقدر نساعد إن هو يقدر من موضوع نقلل موضوع التعرض إن هو يقدر يلبس نظارة أو ضعف أو فأو أو ضعف البصر شوية تغير اللي بنزود التركيز عنده طبعا طبعا بيساهم على الحاجة زي كده وبنسبة للسكر فيتامين دي اللي بيحتاجه جدا جدا للعين احنا بنلاحظ إن الطفل بنديره من أول ما بتولد فيتامين دي نظبوط عشان خاطر لنا العزام فأنا يا جماعة عايز أقول إن فيتامين إيه فيتامين دي والأوميجا سري الموجودين في الكابسولة بتاعت الكولوسيز حتفيد كل الأعمار ابتداء من زي مثلا حتى فكرة سهولة تناول الكابسولة دي بإنها تتحط على عصير أو حاجة هي للأطفال والكبار السن برضو لإن إحنا أهلينا يعني أربنا يحفظهم أحيانا في سن معين بنفقد السنان بنفقد شهيل الأكل بنتعامل بصعوبة فده حيسهل لهم الموضوع جدا بيكونش عايز يبلع كابسول كمان هو بيرفض يقول لك لا أنا مش عقل كابسولة ممكن فعلا الكابسولة نقدر نفضيها في العصير أو الكلام دي طبعا زي ما الدكتور وضح إحنا مش لازم نستنى علشان نشتكي وكمان إحنا بنتكلم طبعا عن أصحاب الأمراض المزمنة بس يعني للتنويه سادة المشاهدين كلوسيز مكمل غذائي مش دواء بيمشي بالتوازي مع الأدوية بتاعتكو وما بيتعارضش مع أي دواء كاتب لك عليه دكتورك اللي أنت متابع معاه لأننا بنتكلم عن منتج طبيعي 100% مصبوط كده دكتور وانا حابب برضو أقول نقطة كويسة جدا أنا عشان أقدر أجيب الكولوسيز أنا بجيبه من أماكن إحنا بنجيب منها حاجتنا كلها زي الصيدلية مش بقول أنكول أو الكلام دي كله لا يا جماعة أن النقطة دي والسبب الرئيسي اللي خلاني أني أنا أرشح الكولوسيز لجميع الأعمار وبالجرعات اللي إحنا هنقول عليها أن الدواء ترخيص وزارة صحة الدواء بيتدع فيه الصيدلية مصدر واضح مصدر واضح والإخوة الصيدلة برضو حتى اللي الممكن ما يكونش عندهم الدواء اللي ما يكونش عندهم المكمل الغذائي اللي هو الكولوسيز يقدر يلاقيه في المجموعة المصرية أو شركة المتحدة للصيدلة طبعا أنا مشاهدين زي ما الدكتور وضح لكم الدواء موجود أو المكمل الغذائي موجود في الصيدليات وبرضو حطيت لها دلوقتي قدامكم على الشاشة صفحة مواقع التواصل الاجتماعي لشركة اي ام دي لو عندكم أي استفسار لو عايزين تتواصلوا معاهم لو مش عارفين تحصلوا على الدواء تقدروا تبعاتولهم مباشرة على الصفحة وأنا في نهاية فقرتنا النهاردة حب أشكر دكتور مصطفى حامد المستشارة الطبي لشركة اي ام دي نورتنا طبعا حنتقابل تاني لسه في ناس كتير عايزين نتكلم عنها وعايزين نساعدها إن هي تستفاد وإن هي تعيش حياة صحية وتعيش حياة أفضل إن شاء الله ولسه الكولوسيز عنده كتير في حاجة كتير جدا بيوفرها كلها حنتكلم عليها كلها حنتكلم عليها مشاهدينا شكرا على المتابعة وخليكم معانا على سي بي سي أهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا الحياة مش بتبقى حلوة لو صحتنا مش قد كده والسمنة مرض العصر اللي أصبح الكبير والصغير بيعانوا منها بس مش محتاجة أقول لكم إن دكتور دعاء سهيل لقيت لنا الحل وحتخس وإنت قاعد في البيت ومعانا النهاردة نموذج ودليل على الكلام اللي أنا بقوله أنسة إسراء اللي خست من 92 كيلو لـ 70 كيلو يعني خست 22 كيلو نتائج مزهلة بنشوفها كل مرة مع حالات دكتور دعاء سهيل اللي شرفني دايما أن أنا أرحب بيها وبطبست بوجودها معايا كل مرة في صحتك بالدنيا دكتورة دعاء سهيل دكتورة في التغذية العلاجية من جماعة نيو كاسر ببريطانيا وصاحبة مبادرة أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء وأول مؤسسي فكرة التخصيص أونلاين في مصر ومؤلفة كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي حبيبتي اللي بتبسطني كل مرة وهي موجودة معنا وبترفع كده الروح المعنوية وطاقة الأمل حوالينا وطبعا برحب أنيسة إسراء اللي تبعت مع دكتور دعاء وزي ما قلنا خست 22 كيلو 22 كيلو وانتي عندك كم سنة؟ 22 حلوة قوي ولسه عايزة تخصي ولا خلاص؟ لا لسه عايزة لسه عايزة تخصي طيب هبتدي معاك يا إسراء عشان عايزة أعرف إيه اللي يخلي بانوتا في سنك ده توصل لحوالي 100 كيلو في الوزن ليه؟ من زيادة الأكل من أكل بالليل فوقت متأخر جدا وفناني الصهر الصهر ده دايما بيحتاج لنك تأكل أريد تأكل أي حاجة بيتزا أي حاجة فالأكل ده عدم الانتظام أصلا في الأكل هو ده اللي بيبوز الجسم تأكل أي حاجة أي حاجة يوضنك بتأكليها جعانة بقى مش جعانة فبتأكل خلاص هيا يمكن دكتور دعاء دربت على الواتر الحساس أكل بالليل أشب أكل بالليل أكل بالليل ده أسوأ شيء ممكن يكون تصرف أو سلوك ينتج عنه زيادة وزن وبعدين الأكل بالليل الناس اللي بتصهر هم بوزة الساعة دماغك بتفكر أروح هيكل أنا شجعان أنا زهقان فرايح جاي على التلاجة فباكل أي حاجة كمان كانت مشكلة إسراء إنها مياه غزية الشوكولاتات بالليل ودي شنطة يوميا ملازمها كده على السريل قاعدة سهرانة بتاكل أو جاعت بها وقتها لأن الاثنين كم بوزين دماغ بعض الاثنين هوريلكم في حلقة تانية إن شاء الله الشنطة دي مهمة بالليل أو تعالي نطلب بيتزا طب تعالي نطلب ساندوتشات الفاست فود بقى يشجعوا بعضها على الأكل للأسف بالصراحة هو ده كانت تسارف زائد إن يعني مامتهم كانت تقول لهم يا أولاد يعني وزنوكو هيزيد مش عارفة إيه فيمكن مامتهم كانت أكتر حد حريص أن يخصص البنات قالت يعني لما تواصلت قالت لأ أنا عايزة بناتي يخلصوا الجامعة ويتجوزوا ويبقى جسمهم حلو يعني سبت ليها وجهة نظر سليم يعني هنا يا دكتور يعني أنت إسراء وصلت لحاجة وتسعين كيلو ومع ذلك ما كنتش وعية بالسكة الغلط اللي أنت ماشي فيها يعني لولا أن والدتك اتدخلت عشان تنقذ الموقف كنت لسه مكملة لأ أنا كمان كنت متضرية في صف الوزن ده مكنتش بعرفة أنام مش عارفة تنفس فهي لما لقيتني كده أن أنا مش عارفة أتنفس ولما بطلع ولما بمشي بتمفس كتير يعني مقال لحركة بتلاقيني بنهاك كتير جدا فهي قلت لي لأ لازم أمش حسين بقى بداعي مني طيب قبلت الفكرة لما خلاص ماما حطيتك قدام الأمر الواقع وربطتك مع دكتور دعاء وفريقها وفريقها واكتشفت إنهم بقاش في أكل بالليل إيه ده ده في دايت ده أنا حخص ده أنتوا حتعملوا قبلت الفكرة هو في الأول أنا كنت مترددة كنت خايفة لأن ليكون في دايت ويحرمني من الأكل لأن أنا والأكل ده اتنين بيحبوا بعض بحب الأكل جدا أنا كنت فكرة أن هيبقى في حرمان بقى ومش هاكل وكده لكن لأ أنا جربت فعلا ما فيش حرمان خالص باكل اللي أنا عايزة بيجي علي رمضان باكل اللي أنا عايزة في العيد باكل كحك زي ما أنا عايزة ما فيش حرمان بجد بجد وخسر على كده طيب دكتور دعايلة ما بتجيلك بنوتة زي كده 22 سنة يعني في عز شبابها ما شاء الله ما شاء الله لا دي رودي تقريبا دي أختها يعني احنا اكيد لازم برضو رودي تكون موجود معنا ده وعد عايزة انت جابه لنا رودي بقى علشان نشوف العيلة كلها التغيير اللي حصل في البيت كله بس لما تجيلك يا دكتور بنوتة سواء هي أو أختها بما ان الاتنين بيتعالجوا مع حضرتك في السن ده عشان يجب أن أفهم مريض يجب أن أفهم سلوكيات مريض هل قدر الله يعاني بمشاكل صحية طيب كم سنة سلوكيات وإيه يأكل هل فيه تصرفات فلقيت فعلا على فكرة من أول مبدأت مبادرة أطفال بلاسمنا وشباب أصحاق شفتي كنت عملا ازيق دي اسراء هنا دي اسراء بتقولك أنا كنت لبسة لبسة الوضع واضح جدا من بداية المبادرة وتقريبا ما يدفع الشباب لزيادة الوزن هي أسباب واحدة رقم واحد يعني عاشقين للفاست فود للشبسي للمياه الغازية ثقافة الأكل والخضروات ومش موجودة عندهم وبعدين نحن مومنا خارجة مع صاحباتي هنتغضى بره هنتعش بره كل ده سلوكيات واحدة اوعى تقول للنوع ده أو للسن للشباب ده اللي هو أساساً سن الانطلاق ما تعملش أو ده ضعاية معين أو ده حمية غذائية تتبعها أو ممنوع كذا اشتغل معهم بالمدرسة اللي تتناسب مع فكرهم لا أنا عايزيكم ترك أنا والأكل لحاجة واحدة بنحب بعض فإقفلها شهيتها من غير ما تاخد بالها أديها الكورس إقفلها شهيتها وعلى فكرة كان كورس مركز من الاناصيليم لاناصيليم ده مرخص وزارة صحة لأنه بيحتوي على كشور السيليم وكشور السيليم المعدة قادرة على الاحتفاظ بـ 12 ساعة من 12 إلى 14 ساعة العشب كمان ده لازم يكون ليه مركز لازم أحط كمان عشب الكوشك يبقى أنا كده حقفل لها الشهية بدون مضاعها تحت قيود أو إنها تتبع حمية غذائية أو أقول لها ممنوعة بلاش كلمة ممنوع دايما الممنوع مرغوب ممنوع تأكل كذا أو ممكن تأكل وتخس شوية ولكن تقول لك طب أنا ممكن تعمل يوم فري بيبوازوا الدون فمن الأول كل كل حاجة أو أي حاجة ولكن بالنسب قليلة معتدلة كسف الكورس لازم تأخذ لها 2 باكت علشان يقدر يحجب لها الشهية بالتالي البنوتة تبقى قادرة قدام الأكل اللي بتحبه وما تشعرش أنها هي اللي مش عايزة يعني جعانة ولا عايزة تأكل وتأكل هو ليه ثقافة أن يبقى نسبة عالية من الفايبر الفايبر بيعطش فتشرب ميا كتير فلما تشرب ميا فالألياف دي تأخذ حيز كبير داخل المعدة تعلي معدل الحرب لما تأخذ حيز كبير يعني بقى تلتين المعدة عندي فايبر تلت المعدة بس هو المتباكل ما فيش من منطق أن يكون أنت ما عندك شهية وأقول لك أعمل ضعيت لا كل على قد نفسك تلاقي قدام المحش اللي يعني تعود أن هتاكله وبتاكل حاجة بسيطة البيتزا اللي كانت تجيبها بالليل وتخلصها كلها بقت بتاكل ربعها يمكن مامة إسراء كان عندها وعي وكانت بسرعة وكانت حريصة أنها تقول لهم على موعيد الكورس ما تنسيش تاخدي الجرعة بتاعتك مش عارفة إيه وكانت بتحفزهم لكده طيب يعني بما أن حضرتك بتتكلمي على مامة إسراء اللي هي السبب الرئيسي بقى في التغيير اللي حصل أنا طبعاً يشرفني أن أنا أستقبلها معنا في القعدة الحلوة دي عبر تقنية زوم مادام صحر مساء الخير أنا مساء الخير مبدئياً أنا بحييكي على تركيزك مع البنات وعلى المجهود اللي عملتيه علشان تحفظي عليهم وتحفظي على صحتهم وتحفظي على شكلهم بس إمتى جيتي وقفتي وقلت أنا هنا لازم أقف لبناتي لازم ألحقهم لما لقيت كل اللي حواليهم بيبسوا لما بسها مش اللي هي وشكلهم بقى أضل من سنهم واللبس اللي عليهم ده أعليهم بزيادة وقفتوني نفسياً وكانت نفسيتهم تعبنة جداً مش عارفين نخرج ونروح في أي مكان وموزي البنات اللي منجلهم ولا من سنهم بعد أن السنة كان بتدي برضو حجم زيادة وسنه أكبر وهما لسه بأنوتات يعني طيب مدام سحر يعني عادة الأمهات بيخافوا جداً على ولادهم من التجارب اللي زي دي لا هي جربت سيطة بالضبط أنا أنا مستغربة أن حضرتك اللي أخدتيهم من إيديهم وودتيهم وابتدتي بيهم جربت في الاثنين جربت في الاثنين عشان أنا بقى اللي بعد كده بقى التفتة تفتة بقى لا هابدأ معيك يا مدام سحر خلاص يعني عمي فروض أن إحنا نبدأ معيك بقى زيك يا دكتور زيك يا دكتور عشان يا دكتور زيك يا دكتور عايزين نبدأ بقى الدكتور دعاء ديات من الناس يعني ربنا يبارك في حضرتها يعني يا ربي يخليك مش عارفة الله قال ما كنتش بسك في أي حد وقصة من بلا ما كنت بسك في أي حد بعد الدكتور دعاء الله أكبر عليها ربنا يبارك فيها ويحضرتها يا حبيبتي ربنا يخليك خلت بناتي بنات بقى وبنوتات بقى ما شاء الله أقول لحضرتك إيك ربنا يفرحك أنت لو حضرتك الصورة قبله والصورة بعد يعني الدكتورة لو أدعي لها من هنا لأسنين جاية يا ربي يخليك يا ربي يخليك ربنا يفرحك بهم يا مدام صحيح طيب قوليلي بقى المرحلة الجاية مع دكتور دعاء إيه؟ يعني دكتور دعاء بتقول لي هي لسه عايزة تكمل مع إسراء شوية آه نزلها عشانا كلها آه فيعني أنتو يعني عايزة توصليهم بشان العود الفرنساوي وكده ولا إيه الدنيا؟ لا أقل كمان أقل كمان من الطول هم عايزين ينزلوا أقل من الطول أقل إيه بقى السبب بأمانت الله يا اللي انت بتخصيسي بناتك عشان السبب يعني اللي قلتم قولها بصر ركو بصر ركو عازة جوازن باي حاجة كويسة كده دكتور طبعا 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 يا حقية كل كل أم بتحلم أن هي تشوف باي يا رب كل أم يعني رحل واي ده تقول لك بنتي المفروض دخل على مرحلة جواز بنتي المفروض تخلص جامعة وبعد ما تخلص جامعة حتى لو عايزة تلتحك بعمل مناسب يشترط في حصن المظهر. لا يوجد حصن المظهر يتفق مع بنوتة تعاني من زيادة واسد. الشكل العام. كمان لما يكون لها فرص في حاجات كثير جداً البنت اللي جسمها مثالي. يعني أنا والله في الأول بقول لها لا تمنتي ما شاء الله ما لينا. ليه فكرت قلت لي هم الأول. وبعد كده أنا عشان مشتريهمش في وقت واحد. لا لا انت سأخسسك على حسن. طبعاً. نحن نحن نحضر. نحن نحضر. نحن نحضر. نحن نحضر. نحن نحضر. نحن نحضر. لما قلنا جربت فيهم. يعني دكتور دعاء طبعاً يعني مش محتاجة تجربة أو أن نحن نجرب معها. بس هو يمكن من باب الأولويات هدتهم هم الأولوية على نفسها. مهم في الأكثر أهمية. هم كانوا بالنسبة لها أكثر أهمية وهي فرحانة بالنتائج. يعني أنا فخورة كمان بالنتائج بتاعتهم. أنا أتشرف الله يا دكتور. كل الناس مش مصدقية. لما يشبون بالمنظر ده مش مصدقية. أنا كنت أعملها فجأة. الناس كلها تعرف كده أنا كده مع الدكتور الدعاء. الناس كلها تعرف. مش عايز أعرف حاجة. أنا كنت أعملها فجأة. كده هي أكثر يا دكتور. إحنا عمتاً يا مدام سحر. هنستنى بقى تعيشين تتجربة بنفسك مع مدام دعاء. كده أنا شايفنا بكل الناس جفاء قبل. إن شاء الله. إن شاء الله قدامكم. أنا مسأل حي قدامكم. ما عشان لأن أجلكم. إحنا هنستنى كده 3 أو 4 شهور وإنفجئكم بمدام سحر. وعايزين نشوفها هنا بقى معنا في الوستوجي. إن شاء الله. وعايزين نشوفها بقى وهي بقيت شبه البنات. إن شاء الله. إن كنا بنلبس من لبس ماما. للأسف. فعلاً 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 فعلاً. الله كانوا بيبسوا فعلاً من لبسه. وكانوا بيكشوا المحل اللي أنا باشتري منه. بيجيبهم يعني تقريباً نفس مقاسي. وأنا بقى لبس من لبسهم. هم دلوقتي يعني رجعوا يلبسوا الحاجات اللي من الابتداني والإعدادي. والله أرعب أن تروحوا الابتداء والإعدادي. ما شاء الله. مدام سحر أنا بشكر حضرتك جداً على المداخلة الجميلة دي. على البنات وعلى وعيك واهتمامك بهم. لأن زي ما دكتور دعاء دايماً بتقول الشباب في السن ده بيبقى مش فارق معهم. فلازم أولياء الأمور هم اللي يدهم الدفع. أولياء الأمور أو الأم بصفة خاصة. ركزي مع بنتك أو ابنك. قوعد سبيل في مرحلة شبابه اللي هي أهم مراحل عمره ما يتمتعش بيها. هيتمتع إزاي؟ وهو بيعاني من زيادة وزن. هيلبس إزاي زي زويه من سنه. لما تخلص بإذن الله في السنة كامل السنة دي. خلصت. خلصت. خلصت يعني مفروض يا منتظر. ليها روديها اللي لسه في الجامعة. طيب عشان العمر موجود. إن أنا أشتغل إن أنا أثبت نفسي إن أنا أتجوز. كل ده مش هينفع مع جسم مش مثالي. بالضبط. عامة أنا عايزة أتابع مع حضرتك حالة إسراء. عايزة أشوفها في الآخر بقى. إن شاء الله. وهي عروسة زي ممتها. زي ممتها بتحلم بيها. عايزين نشوفها بقى. وهي عروسة بالجسم المثالي. بالفستان الفرح الحلو الجميل. يا رب. والشهل يفضل منور كده دايما على طول. وأكيد حيكون لنا لقاء تاني. عشان برضو عايزة أشوف رودي. أشوف السناء المرح دا كانوا بيعملهم في معضة إيه. وصلوا الفين. طبعا أنا للأسف مشاهدين الوقت بيجري بينا. فمضطرة إن أنا أختم الفقرة دي. بس قبل دا. مش محتاجة أفكركم إن صفحة دكتور دعاء سوهيل. طبعا كانت قدامكم على الشاشة. عليها كل وسائل التواصل مع دكتور دعاء سوهيل. والفريق بتحها سواء سوشال ميديا أو أرقام تليفونات. الصفحة اللي بالعلامة الزرقة الموسقة. طبعا كل الناس اللي هترد عليكم. وناس متخصصة فهما هي بتقول إيه وفهما هي بتعمل إيه. اسأله مش عيد. مش لازم على طول تروح تاخد داوة. اسأل واستفسر وازن ومرة واثنين وتلاتة. لغاية أما تفهم وتوصل للي انت عايزه. وتبقى حياتك أحلى وصحتك أحسن. ودايما بتضحك ودايما مبسوط. ودايما ثقتك في نفسك عالية. لأن للأسف السمنة ما بتهزش الصحة بس. بتهزنا كلنا. فتعالوا بقى نشارك في حملة دكتور دعاء كلنا. ونبتدي بنفسنا. ونقاوم مرض السمنة. اهلا بكم مشاهدينا وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا. من الأمراض اللي بتصيب بعض الرجال مرض دوالي الخصية. واللي بيكون سبب من أسباب تأخر الإنجاب. وبالرغم من سهولة وإمكانية علاج دوالي الخصية. إلا أن أهمال العلاج بيسبب مشاكل كبيرة. علشان ما نوصل لها. وحنتكلم في فقرتنا النهاردة عنها مع ضيفي دكتور خالد حافظ. استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر لذكورة. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا سهلا. طيب يعني دكتور يمكن موضوع دوالي الخصية. يعني بتختلف فيه المعلومات والإشاعات المنتشرة الخطيئة. النهاردة عايزين نحسم الموضوع ده. في البداية عايزين نعرف إيه هي دوالي الخصية. إيه اللي بيحصل علشان الراجل يقول لنفسه لأ أنا هنا عندي مشكلة. ولازم أروح لمتخصص أتمن على نفسي. كويس خالص. بداية أنا نوصل جدا أنا مع حضرتك النهاردة. وإن إحنا هنتكلم عن موضوع مهم زي موضوع دوالي الخصيطين. وزي ما حديك قلت في الإنترو هو موضوع عليه دايماً دبيت أو عليه جدل. دايماً كده نسمع إن فيه مشكلة في موضوع الدوالي بتأثر على الراجل بتؤدي إلى تأخر الإنجاب. ولا لا إيه أفضل طريقة نتعالج بيها. في مرضى كتير عندهم درجة من درجات الدوالي. ومن كتر ما بيسمعوا كلام يعني مختلف من كذا سورس ومن كذا مصدر. بيبقى فيه شوية لخبطة. فخلينا نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ نتكلم عن موضوع الدوالي كده بشكل سيستيماتيك. بحيث أي حد عنده المشكلة دي وبيتابعنا يعني يوصل في نهاية الحلقة للقول الفصل زي ما بيقول. نبدأ بسؤال حضرتك إيه هو التعريف دوالي الخصية معناها زي أي دوالي كلمة دوالي أو فاريكوز معناها إن فيه أوردة متمددة موجودة في حتة معينة الأوردة ديت مش صحية ومش سليمة وفيها مشكلة. زي دوالي الرجلين بالضبط يعني يمكن دي أشهر شوية عشان فيه ناس كتير بتشوفها مباشرة يعني. فيه ناس كتير عندها دوالي في رجليها بتبقى العروق أو الأوردة متمددة وشكلها مش مظبوط. لما الكلام ده بيحصل في الأوردة اللي موجودة حوالين الخصية ده بيعمل مشاكل ممكن يؤدي إلى ألم شديد جدا في الخصيطين وممكن جدا 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 يؤدي إلى تأخر الإنجاب. يعني هي في الرجلين بيبقى أحيانا الوجع بتاعها غير محتمل ما بايلك لما نتكلم عن أماكن حساسة في الجسد. بالضبط ومشكلتها الأخرى أن هي مش بس ممكن تؤدي إلى وجع أو ألم في الخصيطين لأ ممكن جدا تؤدي إلى تأخر الإنجاب. فيه ثيوريس كتير أو فرضيات كتير بتشرح لنا إزاي الدوالي بتؤدي إلى تأخر الإنجاب. وده من ضمن الحاجات اللي فيها جدل. في بعض الناس أو يعني ناس اللي مش متخصصة تقول لأ والله الدوالي دي مش مأسرة عليك ما تعملهاش هي مش عاملة لك مشكلة. لأ فيه ثيوريس كتير تحطت بتقول وبتثبت أن الدوالي بتؤدي إلى تأخر الإنجاب. ممكن الدوالي دي تزود درجة حرارة الخصيط لأن فيه دم راكد موجود حوالين الخصيط ولما الخصيط حرارتها تزيد ووظفتها بتقل. ده شيء معروف لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقها بره تجويف الجسم علشان حرارتها تبقى أقل شوية من درجة حرارة الجسم. إنما الدوالي بترفع حرارة الخصيط. نقطة تانية إن الدوالي ده دم فاسد متراكم حوالين الخصيط. والدم الفاسد ده فيه ميتابولايتس كتير أو فيه مواد كتير ممكن تؤذي الخصيط وتخليها ما تشتغلش بالشكل المزبوط. الـ Theory أو الفرضية التالتة إن هي ممكن تعمل زي Immunological Reaction أو تفاعل في المناعة يؤدي برضو إلى تكوين أجسام مضادة تهاجم الخصيط وتعمل مشكلة. الطريقة الرابعة برضو إن هي ممكن تضغط ميكانيكياً على الخصيط وتؤدي إلى ضمور في الخصيط وبالتالي تضعف وظيفتها. من ضمن theories كتير أو فرضيات كتير دي أشهر الحاجات اللي العلماء حطوها عشان يفسروا إزاي الدوالي بتؤدي إلى تأخر الإنجاب. طيب إحنا يمكن المتعرف عليه يا دكتور إن الراجل ما بيروحش الدكتور متخصص غير لما فعلا يحصل تأخر في الإنجاب أو تأخر في العلاقة أو مشاكل عفوا في العلاقة الزوجية. يعني غير لما نقع في المصيبة. لنفترض شاب غير متزوج وعايز يطمن على نفسه أو عنده مثلا حيسس إن فيه مشكلة بشكل ما. إيه الأعراض اللي تخليه يقول أنا دلوقتي لازم أروح؟ إيه العلامات اللي بتقول هنا فيه احتمالية دوالي فلازم أتطمن على نفسه؟ كويس خالص. طبعا المتزوجين زي ما حديك قلتي هو بيبقى فيه تأخر في الإنجاب. فبييجي بنكشف عليه نعمله الفحوصات نعرف إن عنده دوالي. طب أنا لو مش متزوج هيحصل كذا حاجة. أولا يعني فيه كذا شكل بيجي لنا به المريض اللي هو مش متزوج. ممكن إن يكون فيه ألم شديد في الخصيطين بالذات مع الوقفة الكتير. ولما ييجي يكشف نكتشف إن عنده دوالي. النقطة التانية ممكن يبقى فيه سويلنج أو فيه يعني عروق متمددة موجودة حواليه. هو بيلاحظ نفسه بيشوفها. يلاقي يلاقي يحس إن الخصية متمددة وشكلها مش طبيعي. هو بنفسه يحسها. فلما ييجي للدكتور المختص آه يكشف عليه يلاقي إن فيه دوالي. الحاجة التالتة اللي بيجي لنا كتير إن هو ما يعديش من الكشف الطبي بتاع الكليات العسكرية. يعني ناس كتيرة ما تحسش إن عندها مشكلة يجي يقدم في الكلية الحربية أو كلية الشرطة يطلعوا من الكشف الطبي عشان عنده دوالي. فيجي لنا بقى نبدأ نعمله عملية الدوالي. إنما المتزوج طبعا تبقى مشكلته تأخر في الإنجاب. يعني إحنا هنا المريض بيعتمد على الإحساس بالألم أو على بعض التغيرات في الشكل. اللي بيحسها في شكل الخصية بالضبط. طيب أسبابها يا دكتور يعني واحد يقولك طب أنا أنا كويس ومحافظ على. يعني فجأة كده بقيت عندي مشكلة. إيه أسبابها علشان لو لها حاجات واضحة الناس تعرف تتلفاها؟ تمام هي زيها زي دوالي الرجلين بالضبط. بيبقى السبب إن في ضعف في جدار الأوعية الدموية. ودي غالبا بتبقى حاجة خلقية أنت مولود بيها. زي ناس بيجي لها دوالي في رجلها. الدوالي العروق الطبيعية أو الأوردة الطبيعية اللي موجودة الجدار بتاعها ضعيف. فمع الوقفة الكتير يبدأ الأوعية الدموية دي تتمدد بشكل زيد عن اللزوم وتبدأ تبقى ترشوس كده تبقى متعرجة كده ويبقى شكلها مش طبيعي وتبدأ تعمل مشاكل زي الألم مثلا في الرجلين أو الألم في الخصية أو تؤدي إلى تأخر إنجام. فالسبب المباشر هو ضعف في جدار الأوعية الدموية. مع الوقفة الكتير مع الوقفة الكتير يبدأ التمدد دي يزيد. يعني السبب المباشر ضعف. إنما السبب اللي بيخليها درجتها تزيد عن اللزوم هو الوقفة الكتير. فيه ناس كتيرة وظفتها بتحتم عليها الوقفة الكتير. زي مثلا الجراحين حد بيشتغل مثلا حلاء مثلا بيقف على طول. وظفته يعني بتحتم عليه إنه يقف لمدة طويلة. ده الدوالي درجة الدوالي عنده تبقى كبيرة جدا. حضرتك يعني قلت هنا إن فيه حالات معينة قولا وحيدا اللي لازم فيها جراحة. ده معناه إن فيه طرق علاجية أخرى ممكن نعتمد عليها في مراحل تانية لعلاج الدوالي الخصية. طيب هي كجولدن رول كده قاعدة سابتة إن الدوالي قولا واحدا علاجها جراحي وليس دوائي. يعني لو أنا خدت أي دواء الدوالي دي مش هتختفي. دي عروق كبيرة متمددة لازم تتربط. مهما خدت من أدوية الجدار الفاسد أو الباثولوجيكال ده بتاع الأوعية الدموية مش هينصالح أبدا لازم إن الدوالي دي تتشارك. يعني ممكن العلاج يكون بس وظيفته تأخير أو منع تطوير. مش هيفيد. يا ما جلنا ناس واخدين فيتامينات لمدة عشر سنين وفيه تأخر إنجاب وعنده دوالي قد كده وما عملهاش وظلم نفسه بهذا التأخير. إيه سبب من ضمن حاجات اللي بتخوف الناس إنها تعمل عملية الدوالي إن مشهور عنها إن هي لو تعملت يعني حتة مش مختصة إن هي بترد تاني ترجع تاني. بعد عملية الدوالي قلية رجعت تاني. هي بترجع ليه لإن الجراح اللي عملها كان مهزوز شوية فما ربطش الدوالي كلها. ربط جزء وسب جزء لإنه خايف إن هو يربط الشريان المغزي للخصية. الدوبلر اللي بيكبر الميكروسكوب اللي بيكبر الأنسجة والدوبلر الجراحي بيخلينا نعرف نميز جداً جداً الشريان المغزي الخصية ونفصله بعيد. وبالتالي أعرف أربط الدوالي كلها من غير ما سيف فيها أي حاجة. وبالتالي احتمالية ارتجاع الدوالي بالطريقة دي يعني تكاد توصل الزيرو للصفر. يعني نادراً جداً كل كام سنة لما نشوف حالة حصل لها ارتجاع من عندنا من المركز. نادر شديد. يعني إحنا لما نتكلم هنا يا دكتور على الحل الجراحي للدوالي إحنا بنقول ده حل نهائي. إذا اتعملت بشكل مصبوط جراحة ميكروسكوبية باستخدام الميكروسكوب الجراحي والدوبلر الجراحي إن شاء الله ده يكون حل نهائي. وجراح يعني لازم يكون. ما هو حضرتك استخدام الميكروسكوب الجراحي والدوبلر الجراحي ده بيعوز خبرة. يعني الجراحة الميكروسكوبية بتعوز تدريب والسنين طويلة. ما فيش ممكن يبقى جراح ممتاز جدا بيعمل المرارة ممتاز جدا وبيعمل الفتاء ممتاز جدا وبيعمل. إنما ما تدربش عمره ما مسك ميكروسكوب. عمره ما استخدم الدوبلر. وبالتالي الجراحة الميكروسكوبية استخدام الميكروسكوب الجراحي والدوبلر الجراحي بيعوز تدريب. طيب دكتور اسمح لي أعرف برضو في المركز في مركز مصر للذكورة إيه البروتوكول اللي بتعتمده مع العيان قبل الجراحة وبعد الجراحة. يعني مثلا هل المفروض أنه هو يمتنع عن العلاقة الزوجية لفترة معينة قبل وبعد. هل في نظام غذائي معينة. يعني إيه التفاصيل اللي بتنصحوا بها العيان عنده. دي برضو ميزة أنك تروح لمكان متخصص. يعني أنا بيجي لي مرضى كتير يقولي أنا عملت الدوالي مع دكتور جراحة عامة مثلا من أسبوعين وجاي لي. طيب حضرتك عملت العملية مع دكتور معين فين المتابعة؟ قال لي لا هو عملي العملية وخلاص. طيب فين التحاليل اللي قبل العملية؟ مفيش. طيب فين التحاليل اللي بعد العملية؟ مفيش. طيب التعليمات هتعمل إيه؟ مفيش. فقال لأ. يعني أنا هو أنت بتعالج البني آدم ككل. أنا مش مجرد وظيفتي أن أنا أربط أنسجة معينة. لا أنا بعالج بني آدم ككل عاوز يخلف. فلازم أقيمه قبل العملية بشكل مظبوط. وأتأكد أن الدوالي دي موجودة وأنها مؤثر عليه. وأثناء العملية لازم العملية تتعمل بشكل منضبط وتتعمل بشكل كويس. أنا دائما كنت أقول كلمة أن الدوالي دي شو تبيريسبيكتد. لازم تحترم. مشكلة موضوع الدوالي ده أنه هو في مصر عندنا للأسف. يعني لا العيان بيحترمه ولا الدكتور بيحترمه. يتعامل في أي حتة في أي مكان من قبل أي تخصص. لا العملية مش بالسهولة دي. فيها دقة. المريض عاوز يخلف. يعني هي الحكمة مش أنا أربط الدوالي وخلاص. الحكمة أن أنا أعمل عملية مظبوط والمريض يتحسن وبعد كده ربنا يكرمه ويخلف. ده ما أثناء الجراحة. ما بعد الجراحة أنه فيه متابعة. يعني إحنا بننصح بالامتناع عن العلاقة لمدة أسبوعين تقريباً. تقريباً بعد العملية علشان الجرح يلتأم والأمور تبقى كويسة ما يحصلش وجعه ما يحصلش حاجة زي كده. المفروض أن المريض بعد ثلاث شهور بيعيد تحليل السائل المنوي ونشوف نقارن اللي قبل باللي بعد. يعني فيه متابعة قد تطول لشهور طويلة بعد العملية عشان نتأكد أن المريض اتحسن ونبدأ نوجهه. هل فيه أمل في الحمل الطبيعي ولا حضرتك هتلجأ للوسائل المساعدة. فيه منظومة متكاملة. بالزبط مش مدرد ربط الدوالي وخلاص. لا فيه حاجات بتتعمل قبل وأثناء وبعد مهمة جداً جداً. ممتاز ويمكن دي ميزة مركز مصر لذكورة عن أماكن تانية كتير. هي فكرة الاهتمام والإنسانية في التعامل والأمانة في ممارسة مهنة الطب. وفكرة أن أنا مش خلاص قمت من تحت إيدي أو من على كرسي الجراحة يبقى شكراً كده. هي مسئولية حتى يعني مسئولية طبية ومسئولية أخلاقية أن أنتوا توصلوا بالمريض لأحسن نتيجة. أنا مش حابب أن أنا أشكر في نفسي أو أشكر في زميلي. بس هو فعلاً دي أمانة والمريض جاي يعني متعلق بأي أمان. طبعاً. فإحنا واجب علينا. ده واجب علينا يعني أن إحنا نديله كل اهتمام ونحاول أن إحنا نساعده على الدمانة. طبعاً. أستاذ دكتور خالد حافظ استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر لذكورة. شكراً على وجود حضرتك معنا النهاردة. وشكراً برضو على المجهودات الكبيرة اللي بتعملها أنت وحضرتك وكل فريق مركز مصر للذكورة مع الناس اللي بتجيلكوا زي ما حضرتك قلت يعني بيبقوا شبطانين في أي أمل علشان يعيش حياة مستقرة حتى يا سيدي. مش هنوصل لمرحلتنا ويخلف بس على الأقل يعيش حياة زوجية مستقرة وسعيدة طبعاً. شكراً على مجهوداتكم دي. مشاهدينا إحنا طبعاً حيكون لنا لقاءات تانية كتير مع مركز مصر لذكورة عشان نتكلم أكتر في التفاصيل دي. إزاي نحقق حلم الحياة الزوجية الكاملة وإزاي نحقق حلم الأبوة والأمومة مع ناس من خيرة الدكاترة في مصر. أنا بشكركم على متابعتكم لبرنامج صحتك بالدنيا. خليكم معنا على سبيل. أهلاً بيكم مشاهدينا بفقرة جديدة من صحتك بالدنيا. بيعاني نسبة كبيرة جداً من كبار السن من مرض خشونة الرجبة. ده طبعاً لأن كبار السن هم أهلنا وجراننا. إحنا صعب علينا إن إحنا نشوفهم بيتقلموا. ومشكلة إن المسكنات مش دايماً هي الحل اللي بيناسبهم ويناسب حالتهم الصحية. فالتقدم في مجال صناعة الدواء قدر يوفر حل بديل جداً لتخفيف الألم. هنعرف تفاصيل أكتر خلال فقراتنا مع ضفتي اللي مشارفاناً النهاردة دكتورة صارة المهدي. أخصائية التخزية العلاجية. أهلاً بيك يا دكتور. أهلاً بيك. إحنا عارفين إن صناعة الدواء دلوقتي بقت يعني مؤخراً لحد ما الحمد لله في تقدم إن هي بتقدر تحل حتى لو إحنا عادتنا يعني اليومية بتبقى أكيد عادت يعني في الشعب المصري بتكون غلط. خليناً لأول قبل ما نتكلم على إزاي الدواء قدر يحل المشاكل دي نتكلم عن العادات اللي إحنا بنعملها خلت إبقى عندنا مشاكل في الفقرات في العمود الفقري كله في الرجبة. يعني عندنا مشاكل كتير جداً في المفاصل وفي العزوم. إيه البقى العادات اللي إحنا بنعملها؟ بصي هو أنت في بداية كلامك لما قلت كبار سن إنها فعلاً أكتر ناس بتتواصل معانا على أرقام التليفونات دايماً بنلاقي إن هي شريحة الخمسة واربعين فيما فوق هم اللي بيكلمونا. وفي شريحة كمان كبيرة ظهرت من الشباب الصغير سواء رياضي أو مش رياضي بس سواء بيعمل عيدة يعني غلط إنه يقولي مثلاً يا دكتور والله أنا بتمرن رجل كتير فبتمرن به غلط فسبب له خشونة الرجل. أو البنية اللي هي بتبقى زايدة في الوزن وعايزة تنزل تخص بسرعة جداً فتنزل تعمل تمرين غلط وتعمله بأعدات أكتر فبتسبب مشاكل معاها بقى في العظم وفي الركب وفي المفاصل. فيمكن إيه الشريحة دايماً كبار السن نتيجة الأمراض بقى وزيادة الوزن ونتيجة إنهما عدم اهتمامهم بصحتهم دايماً اهتمامهم بالبيت وبزايد ستات البيوت. بتقوم أنا عايزة روى الشقة كلها النهاردة دي برضو من العادات الخاطئة لأن هي بتبقى ممكن زايدة في الوزن أو مريدة سكر. فدايماً هو عدمها والمنفاصل بتاعتها. أو إجهاد كمان يعني. وده غير الإجهاد. ده إجهاد. طبعاً فهتقول بقى لا أنا هخلص كل الشقة النهاردة وليحصل يحصل بقى عمود الفقري يبوز بقى أو الواجع ده. فاحنا دايماً العادات دي نفتكر إن احنا مع اختلاف أوزنة الهيكل العظمي واحد. كفيش حد عنده العظم كبيرة والتاني عنده عظمته صغيرة. هو الهيكل العظمي واحد. تسمعي كده فعلاً؟ يعني تحس دايماً اللي زايدة في الوزنة تقول إيه؟ أصلاً عظمي بيستحمل. هو عظمك مش بيستحمل. مالعكس عظمنا الهيكل العظمي بتاعنا واحد لكن هو اختلاف بقى طبقات الدهون العضلات هي دي اللي بتختلف في شكلنا في الهيكل بتاعنا. العظم طويل فهو طلع طويل عظم قصير لكن السمك هو السمك واحد أو الفرق يعني ما بيبقاش كبير. تبقى حاجة بسيطة جداً. بالزبط. عشان نقدر نعوضه بالأدوية؟ في التطور دلوقتي علمين التكنولوجيا نفسها التك بتاعة الفرميوليشن اللي أنا بصنع بيها البرودكس أو بصنع بيها الأدوية غير بقى كمان التك بتاعة إن أنا أعرف إيه هي المواد الفعالة المهمة الجسمية. فدلوقتي التكنولوجيا نقالت إن فيه مواد فعالة في جسمنا زي الكولوجين والهيالورونيك أسد والألاستين حاجة دي مهمة جداً والكاراتين والأحماض الأمانية مهمة جداً في تكوين الأنسجة تكوين العضلات تكوين الكارتلوجز اللي هي السائل الغضروفي تكوين الجوينز الأربطة. كل دي مواد فعالة مهمة طيب إحنا عرفناها طب صناعة الدواء أو اللي هي ميدسين فورميوليشن أو الفورميلا عمتاً تدخلت في إيه؟ أنا أقدر أعوض المخزون ده لأنه بيتوقف بعد سن العشرين إفرازه. زي الفيتامين زي كده. زي الفيتامين. أنا أتوقف دلوقتي تكوينه طبيعي في جسمي فأنا أبتدي أعوضه إكسترناً. فالتكنولوجيا دي نانو تكنولوجي مع تدخل المواد الفعالة قدرنا إن إحنا نحط جميع المواد الفعالة اللي بيحتاجها جسمنا في نانو تكنولوجي أو بنسب نانو عشان يكون امتصاص. صغيرة جداً أو دقيقة جداً يعني. بالضبط لقيه عشان بقي أنا ممكن أحط مواد الفعالة دي كلها وإمتصاصها زيرو أو ممكن أحط واحدة مادة فعالة والباقي لأ فأنا بحط كومبوننت دي كلها بحط المجموعة الحلوة دي كلها في نانو تكنولوجي عشان يكون إمتصاصها أسرع. زي إجزامبل لنا الجانتن وده أول منتج النهاردة لعلاج الالتهاب المفاصل أو لحماية الهيكل العظم. الوقاية. الوقاية من أي مثلاً الالتهاب العظام أو الخشونة الرجم. طب إزاي بيفيد بقى لو قريدي ناس عندها الحاجة دي؟ بداية المرض عندي في التآكل السائل الغضروفي أو التهاب المفاصل والعظم هو ابتدت مادة الكولوجين والإلاستن دي تختفي من بين الجوينت ما بين الأربطة أو العظم اللي هو في السائل الغضروفي. فأنا ابتدى يختفي أو ابتدى أنه يقل فأنا لازم أعود ده إن أنا أعالج مش أخفي أو أنا هخفي الألم لكن أنا لازم أعالج. فالعلاج بيجي في صورة الجاناتون اللي هو الكيس اللي أنا بشربه الصبح هو عبارة عن كولوجين وهي لورونيك أسد وفيتامينات وأحمد أمينية حلوة جداً أن أنا أعود السائل الغضروفي. بيجي بقى معيها البين يجي يقول لك لا ده أنا فيه ألم شديد جداً مصاحب لي حركة وأنا بعمل التمرينة وأنا يا دكتور بانط وأنا بعمل كوكينج بطبخ في البيت أو أنا بنطف في البيت. هنا تيجي بقى البين ريليفر اللي هو إيه؟ مسكن الألم. تسكين الألم. في حاجات كتيرة التكنولوجيا وصلت لها غير الأقراص. طب إيه بقى الحاجات الكورس؟ عايزين نعرف مثلاً الجاناتون ده أكيد مش لوحده. في حاجات بتبقى معيه برضو بتساعده خصوصاً بقى لو فيه بين مثلاً زي الرجبة. إزاي بيحل برضو الكورس في الألم نفسه؟ يعني إحنا دلوقتي إحنا بنعالج آه بس ساعات بيبقى الألم موجود برضو لو هنلاقيه في أدوية تانية. هو أول حاجة بيقولها المريض دايماً متواصل معنا. أنا عندي ألم رهيب في دريعي في كتفي في آخر العمود الفقري في الرقبة في منطقة البلفكس في الحوض طب في الركبة يا دكتور طب في الرزغ طيب في القدم. البين ريليفر إن أنا أقدر أستبدل القرص اللي بيعمل لي مشاكل وإحنا عارفين إن الأقراص المسكنات بتجيب مشاكل كتير زي الغسان الفيرتجو اللي هو الضوار اللي بيجي. مع الوقت والعمر طبعاً أكيد الكيلة بتتأثر. الكيلة والكبد والقلب كل الأعضاء الجوة الجسم بتتأثر بالمسكنات ودايماً دا بيبقى مكتوب يعني أنت لو فتحت البامفلت بتاعت المسكنات مكتوب الأثار الجنبية والمسببات اللي بتعملها. طيب أنا ممكن أستبدله إزاي إن أنا حط مساكن للألام خارجي. أنا برشه اللي هو موجود في برو ليت سبري برشه على المكان اللي فيه الألم. وبعدها بحط الجينتون كريم. أنا كده بعمل دابل إفكت أنا بهاجم المشكلة عندي بعالجها من خلال الكيس الجينتون أنا شبته الصور. وبنخفف من الألم. دا أنا بعالج الألم. يعني هو مجرد إن هو هيروش البرو ليت سبري وبعدها الكريم هو هيحس بأن البين بتدى يختفي. إحنا بنعالج مش بنسكن بأهم حاجة. يعني أول حاجة هو دايماً بيقول الألم فإحنا بنعالج لك الألم. بنشوف لك المشكلة الأساسية اللي هي اختفاء السائل الغضروفي بين الجوينت وبين المفاصل والعطل. فإحنا بنعالجه مقابل دا كمان أنت الألم اللي إنت حاسس بأنه هو موجود على طول. لا دا هيختفي باستعمالك ليه المنتجات التوبيكن اللي هو برو ليت سبري والجورجات كريم. يعني دايماً حتى الناس متكلمين يا دكتور طب هل ينفع أخد حاجة واحدة بس من الكورس؟ هو أنا الكورس مش فيه اثنين سبري واثنين كريم واثنين مشروب. لا لازم كله مع بعض. بالضبط هو واحد بس هيتشرب الصبح هو الجانتن وواحد سبري برو ليت وواحد جورجات كريم هو دا اللي هتحطه. كده كأني بهاجم المرض من كل الزوائه بحجمه. يمكن دلوقتي هنشوف أنه زي ما قلتي كبار السن هم يمكن أكتر ناس اللي بيتعرضوا لحاجات دي. بس لو هنشوف الرياضيين دلوقتي هل برضو هيفدهم مثلاً في موضوع خشونة الرجبة؟ يعني برضو لازم ياخدوا مع التمرين ولا دا بس في حين أنه هو لما يتعرض للخشونة؟ لا هو طبعاً هيفرق معاه جداً بيفرق كمان في الكرامبات إن دايماً لما بيجوا بيعملوا وركلوت زيادة على العضلة بتحصل كرامبات كتيرة. دايماً اللي هي اللي لسه مبتدئين بجنرس في الرياضة دايماً عندهم شد عضلي طوابي مهم جداً للشد العضلي دا الاسبري بيعالج الشد العضلي خلال دقايق. هو والكريم يعني رش الاسبري يعني دايماً نساعات لما بيبقى حد مكلمني قبل التمرين أقوله رش الاسبري قبل التمرين وحط الكريم قبل التمرين وبعد التمرين واخد شاور دافي. لأني دا بيبقى نتيجة إفراز لاكتك أسد زيادة من العضلة فأنا الاسبري والكريم ببتدي إن أنا أقلل من الاكتك ستورج في المسل نفسها. فبالعكس دا هو بيجي نتيجة حلوة جداً مع الرياضيين الكرامبات الالتواءات لأني في حد ممكن يكون بيعمل تمرينها غلط فرجله تلوى 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 رأب عملها بطريقة غلط فهو ملهوش عمر بلاس إن أنا دايماً بقول المنتجات دي مواد طبيعية 100% وأعشاب طبيعية 100% فما عندناش مشكلة حتى الأطفال لو عندهم كدمات عندهم التواءات حتى إيفن لو فيك سور برضو بيبقى فيه وجع بدل ما تديله مسكن يعاني منه بعدها ما ياكلش أو بطنه توجعه أو يحس بالغثيان أو القيء أو أو أنت بتستعملي سبري وبتستعملي كريم دا بيوفر عليك مشاكل كتير الطفلة يومياً وزي ما قلتي برضو إن هو حاجة وقائي يعني إحنا بس مش هنعالج لا دا كمان وقائي للمشاكل التانية وأي حد طبعاً عنده كل المشاكل اللي قالت عليها الدكتورة سارة يبعت على صفحة الفيسبوك وطبعاً اللي حابب يعرف أكتر عن الكورس أنا بشكرك جداً مرسي لك يا جميل وأكيد يعني لازم نشوفك تاني ونتكلم أكتر وإزاي بقى نتمرن كمان صح وناخد البروتوكول أو الكورس الصح خصوصاً إن هو مواد طبعية ومرخص فدي حاجة مهمة جداً بشكرك يا دكتور بشكرك دكتورة سارة المهدي أخصائك التغذية العلاجية بكده تكون خلصة فقرتنا خليكوا دايماً معنا وعصاحتك بالدنيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة